في يوم ما وفي عامه التسعين سألت امرأة الفلسوف الكبير بيرتراند راسل وقالت له ماذا ستقول لربك لو وجدت نفسك بعد الموت واقفا أمامه فجأة ووجها لوجه فقال لها فورا يا رب لماذا جعلت الأدلة على وجودك شحيحة جدا ولا تكفي حتى لإثبات وجودك أهلا بكم أصدقائي وحلقة جديدة من الله بعيون الفلاسفة وفي هذه الحلقة سأعرض لحجج راسل التي تؤكد عدم وجود الله أو عدم وجود أي أدلة على وجوده وأثبت فيها بأن جميع الحجج على وجود الله قاصرة بل أنها تؤكد أننا لا نحتاجه كونوا معي وسنناقش كل هذه القضايا التي ردها الفلسوف الكبير بيرتراند راسل ترجمة نانسي قنقش ترجمة نانسي قنقش ترجمة نانسي قنقش نانسي قنقش نانسي قنقش ترجمة نانسي قنقش ترجمة نانسي قنقش 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 أنت الحين في التسعين ويعني على شفير القبر فعليك أن تراجع نفسك عليك إيه أن تراجع نفسك ألا تخاف قال لها في العقيقة أنا غير خاف ياتل ليش ما من الناس هو ذاك عنده بديه ملعون قال لها لا أخاف حتى لو افترضنا أنه موجود عن الله سبحانه وتعالى أنا سوف أجادره كما يجادرني وهيقول لي لماذا لم تؤمني هقول له لماذا لم تترك لي من أدل لما يقنعني ويقنع عن ثالي أنا مقتنطش طبعا كما رأينا في جواب أو مداخلة سيد الشيخ عدنان إبراهيم على الموضوع واضح أنه رجل يحاول أن يكسب الموضوع إلى جانبه الذي هو متحيز له وطبعا نحن أيضا ربما هذا الاتحام نفسي يؤكد أننا نحاول أن نتحيز لرأي بيرتراند راسل لكن بالحقيقة الأمر لا يستدعي التحيز إلى أي طرف من الأطراف لا بد أن نقف على الحياة ونعرض الأشياء كما هي بدلاً من أن نصر على رأي واحد مسبقاً وهو هذه الفكرة أقرب إلى بيرتراند راسل مبدئياً هذا السؤال وجود الله هو إلى جوابين جواب عقلي أو أكثر من جواب جواب عقلي وجواب ديني وجواب علمي أما في الجانب العقلي فهو هذا الجانب طبعاً يستنكر الدين بالتأكيد لأنه هو لا يستنكر الجانب العقلي إلا عندما يكون هناك ما يخدمه وهذا يشي وهي نقطة ضعف خطيرة جداً في كل مؤتقد ديني لماذا؟ لأنه يبحث عن ما يشاءه ورغباته وبالتالي هاي راح يسقط في المنطقة العاطفية أما في الجانب الديني الجواب على الجانب الديني الخالص بعيداً عن الجانب العقلي فهذا معروف وبدليل وجود الأديان كلها التي تعتقد بوجود إلهما يتعبده الجميع أو يجب أن يتعبده الجميع وهذا اللي يجب تشيي هنا بوجود فائدة من الموضوع وهذا كله بالتالي يؤكد أو يجعل الجميع يؤكدون أن الله موجود أو الإله موجود بصيغ متعددة وهذا يوضح بأن المسألة لا تتعلق بما يراه الله أو ما يحتاجه الله إنما بمن يقنئ الناس بوجود هذا الإله ويفرض هذا الأمر على الجميع بل بعض الديانات من الإسلام يحكم بالردة والموت والقتل لكل من لا يؤمن بهذا وهذا إلهي علاقة بالمسألة انتربولوجية وقطيعية اتحدثت عنها في قناتي عن أن الله هو القطيع نفسه والدين أيضاً هو القطيع وهذا القطيع يبحث عن الرمز ما يوحد الجميع وينفي فردية الأفراد أما الجواب العلمي نحن تحدثنا عن جانب العقل وتحدثنا عن جانب الديني أما الجانب العلمي فهذا الجانب يؤكد بنسبة 100% أن لا شواهد حتى الآن على وجود شيء أو فرضية اسمها الله حتى هذه اللحظة بل أنه يقول أن هذا الإدعاء حتى لو تحققه افترضنا أنه وجدنا دليلاً على وجود إله فدليلاً دامغاً وليس دليل بالطريقة التي يتحدثون فيها أو يعني يقنعون بها السدج من المؤمنين فحتى لو افترضنا وجود هذا الإله أو اكتشفنا أدل على وجوده فأن هذا الدليل يجب أن يكون قابلاً للتكذيب لأن العلم لا يطلق أحكاماً قطعية مع هذا الواقع الاجتماعي والسياسي والإنساني بشكل عام يثبت بأن عدم وجود أي دليل على هذه الفرضية فهذا لا يعني بأن وجودها بغض النظر عن مصداقية هذا الوجود غير مفيد بل بالعكس ما زاله هذا الوجود مفيد بل مفيد إلى أحد كبير هو اللي يوحد الناس مع بعضهم البعض ويقنعهم بأن هذا الإله هو يمنحهم معنى لحياتهم ولكل ما يفعلونه وأيضاً يقنعهم بأن ما يفعلونه ويؤمنون به والأحكام التي يطلقونها لديها شرعية كافية لأن يفعلوا ما يشعون وهذا أيضاً فيه جانب خطر أن نعرف بعض الكثير من الديانات تبرر القتل وترتكب الأفعال الشنيعة بحجة أنها أوامر إلهية وهذا ينفي مسؤولية يعني يقوم الإنسان بعمليات قتل مجانية وبضمير مرتاح وبالحقيقة أن هذا الضمير هو ضمير سيء لكنه يقول لك أنا عبد المأمور وهذا إله وأنا لا علاقة لبي وهذه تسميها حنى آراندت بتفاهة الشر وهذا موضوع مختلف بعدين يتحدث عنه في البداية راح أعرض مجادلة راسل برتاند راسل حول هذا الموضوع وقدمت هذا العرض عندما سألت هذه الأمرأة لماذا أنت ليس مسيحياً وهو عند محاضرة شهيرة في الثلاثينيات القرن الماضي تقريباً قبل مئة سنة كان حضور عدد كبير من البرلمانيين أيضاً وقال أنه سيلوم الله على عدم توفيره أدلة كافية على وجوده وطبعاً هذا كما قلنا لن يريح المؤمن هذا جواب مزعج للمؤمن لأن المؤمن يبحث عن ما يريحه يبحث عن ما يسنده قناعته وبالتالي فالجدال من هذا النوع بين الله وبرتاند راسل الجدال لا يرضي ولا يلبي حاجة المؤمن المؤمن يبحث عن من يدعم موقفه فهذا هو أصلاً ربما مؤمن حتى يبحث عن ما يدعم مواقفه ويرتاح نفسياً وجسدياً وواقعياً أيضاً لكن هذا أيضاً في الوقت نفسي هذا الأمر يؤكد رغبة الإنسان الصادقة للمعرفة والتحقق مما يكتشفه أو يقال له عنه على هذا الأساس راح نشوف أن راسل حتى يدحط أكد موقفه راح يقدم أدلة دامغة على أن جميع الحجاج على وجود الله هي قاصرة وبشدة ورح نبدأ بأول مثال وهو مثال إبريق راسل في هذا المثال كما ترون هناك إبريق شاي اقترح قال أنه حولي رات يثبت برساند راسل وجود الله فقال حتى نسبة وجود الله أو من عدم وجوده راح أفترض بأنه هناك إبريق شاي كما ترون في الصورة هناك هذا الإبريق وهذا الإبريق يدور حول الشمس بين الأرض والمريخ وبالتالي ويقول أن هذا الإبريق لا يمكن لأحد أن ينفي وجود هذا الإبريق لماذا؟ لأن هذا الإبريق لا يمكن رؤيته ولا يستطيع أي كان أن يراه لكن لا نستطيع أن ننفي وجوده هو لبس هو يقول لك هذا موجود ماذا تفعل معه؟ كيف تنفي ما يقوله؟ لا تستطيع أن نفي ما يقوله يقول لك هو موجود وأنه واثق في وجوده فكيف تنفي وجود هذا الإبريق؟ لكن لا تستطيع رده بشكل منطقي وبالنهاية عليك أن تؤمن بوجود هذا الإبريق وفي مقال لم ينشر الله بعد وفاته في مجلة المصور سنة 1952 راح أترك الرابط مع المقال كتب راسل تحت عنوان هل هناك خالق؟ قال إذا أمكنني أن أشير إلى أنه يوجد بين الأرض والمريخ إبريق مصنوع من الخزف الصيني يدور حول الشمس في مدار بيضوي لا يمكن لأحد أن يدحض افتراضي إذا كنت حريصا على ذكر أن الإبريق أصغر من أن ترى أقوى التليسكوبات الموجودة عندنا ولكني إذا انتقلت إلى الادعاء بأن افتراضي يتمتع بخاصية أنه لا يمكن إثبات عدم صحته وبذلك فأنه من غير المقبول لأي عقل بشري متزن أن يشكك في صحته ينبغي كما قال أن يؤتقد بحق بأنني أتحدث عن هراء ومع ذلك إذا تم التأكيد على وجود مثل هذا الإبريق في الكتب القديمة أو غرسنا هذا المعتقد في أثاني الأطفال في المدرسة فأن التردد في الإيمان بوجود هذا الإبريق سيصبح غريبا ومستنكرا عمليا كما يقول في هذا المقال كل معتقدات المتوحشين هي سخيفة مثلا قال إذا كنت في التحاد السوفياتي في زمن كان التحاد السوفياتي موجود قال إذا كنت بروتستانتي فأنت عليك أن تعلم بأن هناك مؤتقدات سخيفة لدى الكاثوليك طبعا إحنا كمسلمين إحنا عندما نرى مؤتقدات الهندوس نعتبرها سخيفة جدا وغبية وخرافية العكس أيضا صحيح الهندوس يرون مؤتقداتنا وطوافنا حول الكعبة يرونها مسألة خرافية ويعني لا غير منطقية وكذلك أيضا حتى على المستوى السياسي كما يقول برتراند راسل قال إذا كنا إشتراكيين أو يساريين فراح نستغرب من سداجة الأحزاب المحافظة وهنا يخاطب برتراند راسل القراء ويقول لهم أنت عزيز القارة مهما كانت مؤتقداتك وأنا بجوري يعني أنقل هذه المخاطبة إلى من يشاهدني أقول لهم مهما كانت مؤتقداتك مهما كنت مهما توقعت مهما تمنيت فيجب أن تعترف بأن مؤتقدات تسعة أعشارة بشرية هي مؤتقدات غير عقلانية تماما وأن غير العقلانية هذه هي بالطبع تلك التي لا تؤمن بها أنت طبعا هنا أدى سلوب ساخر جدا وبرتراند راسل قلت طبعا بالتأكيد أنت كل ما تعتقده غير عقلاني هو هذا الذي أنت ما تؤمن بي لكن بالحقيقة يعني يقصد يشير لأن هناك من لا يعتقد بما تعتقده أنت فيختم مقالة يقول بأن استنتاج بأنه لا يوجد أي سبب مقنع للاعتقاد بأي دين عقائدي الإنسان له الحرية في تحديد مصيره وكذلك تحمله المسؤولية وكل ما علينا أن نتيح الفرصة له بذلك وهنا يتحدث برتراند راسل مع القراء ويقول له أنا يا عزيز القارئ أنا لا أعرف ما هي معتقداتك وبدوري أنا أيضا أخاطب من يشاهده الآن هذا أسلوب ساخر برتراند راسل دائما يقول أنه يعني ما يشير بأنه أنت بالتأكيد كل ما لا ترى عقلاني فهو بالتأكيد أنت ترى ما لديك هو العقلاني والعكس صحيح أنه تجد الهندوس يرى معتقداتك غير منطقية بينما المسلم يرى معتقدات الهندوسين غير منطقية ويستنتج في نهاية هذا المقال اللي كان عنوانه هل هناك خالق قال لا يوجد أي سبب مقنع للاعتقاد بأي دين عقائدي الإنسان له الحرية في تحديد مصيره وكذلك تحمله المسؤولية وإتاحت الفرصة له بذلك فقط هذه القضية الأساسية التي يجب أن نحترمها وبعد ذلك فليعتقد الناس ما يعتقدون والآن سأتحدث عن حجة المسبب الأول أي الله وبعد ذلك ستناول حجة قوانين طبيعة وبعدها حجة المصمم وسأستعرض فيديو لعدنان يرد على هذه الحجة وأيضا مناقشة راسل لريهان باسكال وثم الختام مع مقطع من حوار بيرتراند راسل مع شخصية لهوتية كبيرة حول وجود الله فكونوا معي الحجة الأولى هي حجة الوجود المسبب الأول أي الله ويقول فيها بيرتراند راسل أنه إذا كان لكل شيء سبب فلابد للإله نفسه من سبب وبالتالي هو ليس المسبب الأول وأنقيل مثلا بناء على فكرة أن كل لكل حادث معدث لكنه هناك محدث أو إله واجب الوجود فهذا لا يكفي يعني عندما أهل معروفة الحجة بأنه لكل حادث محدث والبعرة تدل على البعير فلكن عندما نصل إلى وجود الله أو أن الخالق الأول أو المسبب الأول أو المهجث الأول فهذا المهجث الأول لا وجود للمسبب له لأنه لا يمكن أن تتواصل سلسلة الأسباب إلى ما لا نهاية هذا الحجة الكثيرة فيقول هذا لا يكفي بيرتراند راسل لماذا؟ يقول لأنه لنقول مثلا بأنه مثل ما يقولون بأن العالم موجود ولا يوجد هذا العالم إلا بواجد أي أن هناك عالم أو خلق وهناك خالق فنقول لنا أن هذا العالم فنقول لنا أن الله هو الواجد فمن أوجد الله أو أحدثه فإن قيلنا مثلا لا يمكن الاستمرار في سلسلة الأسباب والأحداث كما بيّنت فلا بد من وجود مسبب أول بلا سبب فهنا يرد هذه الحجة بيرتراند راسل ويقول هذه الحجة لو صحت فيمكن لنا أن نقول أيضا أن العالم نفسه يمكن أن يكون هو السبب وبالتالي لن نكون عندها بحاجة إلى علاه الفكرة هو أنه أنه يقل لك أنه هذا العالم موجود بسبب فهذا السبب يعني ما يحتاج يجيب لسبب فإحنا ما سونا شيء يعني افترينا فرة واحدة فقل أنه هذا العالم بلا سبب مباشرة وانتهى الموضوع يصبح العالم هو الإله نفسه يعني كما هو إذن انتفت القضية بأكمله وهذا عملية دور فلسفي لا نهاية لها والحجة يظهر بهذه الطريقة هي باطلة بمعنى أنك عندما تقول أن السبب هو الله السبب أو الخالق هو الله فبالحقيقة لا تقول شيء إنه مجرد كلمة أو رمز خالي من المحتوى ولا نعرف ما هو مجرد تضع شيء كلمة وتعتقد بأنها الكلمة هي التي ستعبر عن المعنى الذي تقصده لكنه في الحقيقة معنى فارق وهو كلمة العالم نفسه أو الكون الموجود أو كل ما هو مخلوق فبالتالي أنت لم تقول شيء مجرد أنت ذهبت إلى مكان ورجعت من حيث ذهبت هناك أيضا حجة قوانين الطبيعة وهي أن وجود هذه القوانين يتطلب وجود كائن لوضعها لكن يتساءل بيرتراندراسي نقول ماذا نقول لو سألنا مثلا لماذا وضعت هذه القوانين دون غيرها والجواب نقول أنه جاهز أنه وضعت لسبب أو بدون سبب وهنا نتذكر يعني لازم نتذكر جواب حجة السبب والمسبب أو الحادث والمهجف أو الخلق والخالق فنقول أن خيارات الإله نفسها يجب أن تحكمها الأسباب هذا يؤدي بنا إلى أين؟ إلى أن معنى هذا أن الله ليس هو واضع القوانين المطلق وأن قيله أن هناك من لا يمكن أن يكون معكوما بالأسباب فهذا مردود فقد يكون هذا الشيء هو القوانين نفسها وهنا نعود مرة أخرى لنجد أننا لسنا بحاجة لإله وهذا إذا ترجعون تققون في هذه الإبارات ستجدون الدليل واضحا الحجة الثالثة هي حجة المصمم الشهيرة التي يتعكس عليها كثيرون وهذه الحجة طبعا عندما راح أتحدث عنها لاحقا في حلقة خاصة عن بيلي لأنه هو صاحب هذه الحجة وقبل لا ينتزل الألماني بالقرن السابع عشر كان من السادس عشر السابع عشر من المنافسين أو من المجاهلين لإسحاق النيوتن هذه الحجة جاء بها هذا بيلي وتقول هذه الحجة بأن هذا العالم مصمم أو منظم بشكل مثالي والناس يرون فيه بأن العالم مصمم بشكل خارق ومتناسق ولا يمكن أن يكون هذا الأمر إلا على يد إله ولكن كما يرى بيرتراند غسل أن العالم والكون بيأكملهم مرت عليه ما يقارب أربعة عشر مليار سنة وما زالت الناس تموت وتعاني وشبه عليه بشبهة في الإلحاد من أكثر ما يكون أول مرة أنا أقرأ هذه الشبهة وما سمعت هايش قبل هيك من بشر قال يا رجل هذا عارب الشيء طبعا ضد برهان النظم نفسه أدوك إياه وقاله أقوى برهان بس فيعلي ردين قال رد من دارون ورد الثاني لم أذكره لك ولا أنا أذكره إيش الرد الثاني؟ قال أصلا هذا البرهان كله قائم على إيش؟ على تسليم مفهوم الحكمة أنه في حكمة الأشياء متعاضدة تعمل كلها إيه إلى غاية معناها في حكمة إذن في حكيم أوجد هذا الشيء قال إيه مفهوم الحكمة أنا لا أسلم به لماذا لا نسمي هذه الحالة في الكون والأشياء بالحكمة؟ من حالة دقيقة ومنظمة أنت عشان تحكم عليها أنها دقيقة ومنظمة وكذا لابد أن يكون عندك إمكان إيش المقارنة ما فيش مقارنة عندك كون واحد كوني جارس واحد هو هذا هو موجود هيك وجد هيك إن وجدها إن وجدها كذا صحيح؟ فكيف ما تسميه أنت؟ خلاص من حين أخذك؟ ما فيش مجال إيه؟ للمقارنة قال أنا أفترض لو نوجد كون آخر عكس الكون هذا كل شيء فيه بالزيد بالقوانين المناقضة حنقول يا ما شاء الله هو قال يعني كون ممتاز وجميل ومنظم شبهة خطيرة ملعونة قلت يا رب إيش هل لك هذا؟ بفضل الله يعني ما فيش لم يمر دقيقتان ثلاث دقائق ربنا لهم للصباب بفضل الله لا اليوم كلام لا يعني التشطيب على وجود الذات بقدر ما يعني وهو كذلك فعلا ها التشطيب على العقل الإنساني طبعا لأنه الذي ابتدع أو عقلة أو يتعقل مفاهيم النظام والانتظام والغائية والعلي هو العقل من إيش برضو؟ هذه القوالب فإذا أنت قلت هذه ليست لها معنى وهي أشياء اعتباطية معنى هالعقل كله أصبح اعتباطيا فأصبح كله اعتباطي نخشنا اعتباطي الأقوال وأضافها اعتباطها تخلف عدميا وأخيرا يناقش راسل ريهان باسكال المشهور وهي الفكرة بأنه أنك إن لم تؤمن بهذا الإله مع أنه موجود فبالتالي أنت ستغامر بأن تكون ملعونا إلى الأبد وعليه بعد ذلك من الأفضل لك أن تؤمن يقول هذه الأبد غميضة يشتهر بها العقل البدائي ولكن لنفترض أن هناك أحدهم قال نعم هناك إله لكن هذا الإله تعمد حجب الأدلة على وجوده وخلق عالما يحرض الإنسان على نفي وجوده ومع هذا فأنه سيلعن كل من يفشل في الإيمان به وبوجوده يعني هذا الإله يخلق عالم وهو يحجب الأدلة على وجوده ويحجب نفسه وبعد ذلك يلعن يخلق كل الفرص حتى ينفي هذا الدليل وبعد ذلك سيلعن وسيعاقب كل من يفشل في الإيمان به وبوجوده هذه الأبد غميضة يجب أن نتساءل بعدها حتى لو هذا هو الواقع الذي يتحدث به رجال الدين راسل يقول هذا تصرف إله يستحق العبادة يعني هل فعل أن الإله يتصرف بهذه الطريقة هو إله حقيقي ويستحق العبادة هنا يختم راسل حجاجة ويقول إذا كان هذا الإله هو الذي يتحدثون عنه فمن المخزي جدا أنه لم يقدم دلائل على وجوده ber энерг Hashem لل錢 with Alan Russell and FC Copleston concerning the existence of God Lord Russell who died in 1970 will be remembered for many reasons not least for his important contribution to the development of logic Father Copleston is a Jesuit priest now Principal of Heathrow College and Professor of the History of Philosophy in the University of London Russell's position in the debate is that of an agnostic Copleston's position is that of a believer who holds that the existence of God مستغل مع فرصة المترجم للقناة 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 أظن أن نكون أي طوالrama فإن نستطيع فيها adjourت الأمة من نظامllaw جدا لإذن الاحتمائها للمير و EA carve أعتقد سأنت هل بالطوال شوق يعني نحن جيدанный بالط IT extent част I see the distinction but at the same time for being sufficient knowledge it would be true to say here is this being whose essence involves existence Yes love certainly if anybody saw God is with his God must exist there is a human whose essence involves existence although we don't know that essence we only know there is such a being اما إنه لا يفتح في الطرار الشجيء حوز احياني دوري انهام بتناهم البله يستمقون تعرفه ليست ثميع لهم سنعن لذلك رس tightة عن سفافي اما لента سفافي ماذا يعني انビلت لت plastics ما سفافي بتفكية لا تدون detformلا continued مو reun سبيل المنشفل إذا أمني أن أستطيعين يسمى بأن تيجقل مع�و سيحدة. ما يمكن أن تلك الأقلصق أأنني أن أغلقب سيحضرها على المع Louisville. نفسي السبب، لكنها أفترض لذلك. しかسي بس لذلك أنهم أفترض لذلك. أن أتقلصق الإصبت أ верхمية لذلك. أنك شيئا لذلك يمكن اللي القادمة. أشتري أن أقول أنك كنت لذلك ليست لا تفترض وجد أكبر. أنت لذلك أنه لذلك أن أخذها لذلك. أنت لذلك أن يفترض أن يجب أن يبحث عنه لذلك مجرد. ما أفعله هو المخصصأن العeting وهذا ما أفعله جاءة المخصصي عن الناس بالتعامل ما أفعله المشكلة كما يحصل أن يحصل كان يحصله على مهل مجرد فقط تنتهي من أجلنا إنها لا تؤثر رقمت وتنجد تنجد الناس تنجا بحسب إزنة يجب تدين إلى المهل كذلك تين انقذ شخص جيد تعالو شخص إذا كنت أضعوا حقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ترجمة نانسي قنع 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 نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع